تصديف الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الدورة الثانية للمهرجان السينمائي لدول مجلس التعاون الخليجية والذي يعرض على مدى أسبوع 23 فيلما وثاقيا وروائيا على مسرح المتحف الوطني الكويتي انطلقت الدورة الثانية من مهرجان الخليج السينمائي لدول مجلس التعاون والذي يستمر حتى الحادي عشر من مايو الجاري المهرجان جاء تتويجا لتوصيات قادة دول مجلس التعاون الخليجية التواصل في مجال الثقافة والفنون بين أبناء المجلس لدعم مسيرة السينما إن إقامة هذا المهرجان تعد ضرورة لدعم مسيرة السينما وتشجيعا للرواد الذين غرصوا اللبنة الأولى لهذا الفن وتكريما لهم من أجل المزيد من العطاء والإبداع وتأكيدا للدور الإبداعي لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإبرازا لإسهاماتهم وإنجازاتهم والاطلاع على التجارب الشبابية في هذا المجال بهدف تسليط الضوء عليها وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب جيل الرواد وتشجيع المواهب الجديدة بفن السينما وشارك في المهرجان نغبة من الفنانين والمهتمين بالشأن السينمائي ومثؤولي الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجية وعدد من ممثلي الصفارات والدبلوماسيين هذا المهرجان يجمع شمل كل أبناء دول الخليج من الشباب والرواد في إعطاء وبدل جهود سينمائية متجددة لدول مجلس التعاون وإظهار هواياتهم وإبداعاتهم من خلالها إن شاء الله سننجز بفضل هؤلاء الشباب أن يعطون ويعطون المزيد في أعمال سينمائية باهرة وقوية عالمية بإذن الله من جادي أكد ممثل الأمنة العامة لدول مجلس التعاون عبيد الشمسي على الانطلاق السريع والمميز لمجلس التعاون في صناعة السينما ونحن اليوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد خطونا خطوات متسارعة في الاهتمام بالعمل الثقافي السينمائي الذي يصور دولنا الخليجية في إطارها التاريخي من خلال إنتاج أفلام سينمائية قصيرة وطويلة ووثائقية أبرزت وجسدت دور المختصين من أبناء دول المجلس في العمل السينمائي وخلال المهرجان تم عرض فيلم وثائقي عن السينما في دول مجلس التعاون أعقبه فيلم مختصر عن الأفلام المشاركة في المهرجان كما تم تكريم عدد من الفنانين والمخرجين